للإضاءة أكثر بموضوع الفوبيا الاجتماعية أكيد هذا موضوع فعلا بيشغل المجتمعات كلها ياتها بدون استثناء في عنا ضيفنا الطبيب النفساني آجاه أيضاً أهلاً فيك دكتور أهلاً بكم أشكركم جداً أهلاً فيك دكتور يمكن سؤال بيسألوك للناس شو الرهاب الاجتماعي كل واحد يمكن عنده تعريف عن الفوبيا الاجتماعية فيه ناس بتقول أنه يخاف من الناس فيه ناس تقول لشخصيته ضعيفة ما بيعفي يعبر عن حاله يعني فيه عدد تعريف عن الفوبيا الاجتماعية أول شيء باقتصر عرفنا شو الفوبيا الاجتماعية لنبلج بعدين بالأسئلة الأسباب والعلاج نعم الفوبيا الاجتماعية أو الرهاب الاجتماعية هي لها تعريف أيضاً يختص بكل الأمراض النفسية هو أنكم تتكلموا عن شكل مباشر جداً فعلت كذا أو قلت كذا لديك هذا التشخيص وبالتالي هناك تعريفات مختلفة لهذا الأمر لذلك في الحقيقة نحن نعرف الأمر حسب الشكل الخارجي وهذا قد يخضع ناس كثيراً وهذا شيء مهم ولكنه أيضاً يمكن أن يخضع الطبيب بشكل أو بعض الناس وبالتالي إذا كان الإنسان لديه ضعف العلاقة والتواصل مع الآخرين ويشك دائماً دائماً يحسوا أنه ناقص أو لديه عيب ويخاف من التواصل مع الآخرين ثم أن الخجلة يكونوا بارزاً جداً الحمرار في الوجه تردد في الصوت وما شابه كل هذا القلق والخوف إذا ظهر على الشخص بشكل نعام على شخصيته بشكل نعام فهذا نستطيع أن نقول عنه أنه لديه رواب الاجتماعية والفوبية الاجتماعية البعض منهم مثلاً لا يتفاعلون جيداً مع المجتمع مع الآخرين لا ستطيع التكلام بشكل واضح وبحرية وعندما يكون في الأنشطة أو المواقع الاجتماعية لا يعبره عن نفسه بشكل واضح لا يتكلم بكثير من الأفكار الإبداعية لديه وبالتالي هو يتراجع عن مكانه في المجتمع الخجل أو الضعف الشخصية في شخص يكون خجول وما عنده الفوبيا الاجتماعية وفي شخص يكون شخص يكون شوية ضعيفة بس ما عنده الخوف من المجتمع هون كيف نقدر نفصل هالشي بس نلتأ بها كأشخاص نعم هنا هذا سؤال مهم جداً الخجل هو الشيء متعلق بالشخصية وبالتالي هذا التعريف وما يؤدي لهذه المشكلة الإنسان ليس مكينة ليس آلة وبالتالي نعم هناك مفهوم للخجل يجب علينا أن نعرف لهذا الأمر جيداً قبل أن أشرح عن الخجل يجب علينا أن أقول أن الإنسان كائن ضعيف يجب علينا أن أذكر ذلك دائماً الإنسان لا يكفي كل الأمور وكل النواحي وبالتالي أحياناً كثيراً يدهش أمام منظر معين أمامه ويعتبر نفسه ناقصاً أو ضعيفاً أو لا يد له أو لا حينة له في أمر ما وبالتالي يعطوكم وأنتكم كطفل الحليب يضعونه جانبكم ولكن لا يستطيعون أن تشربه وبالتالي أنتم ضعيفون حتى سنوات معينة البعض يخاف من كثير من الحيوانات المختلفة أو المظاهر الطبيعية وبالتالي أجدادنا حتى عاشوا هذه الأمور وبالتالي هذا أمر متشرب في شخصيتنا ربما إذا عشتم هذا الضعف وحسستم بضعفكم وبالتالي وكأنكم تسلمون بداخلكم هذا النقص الذي نعيشه مع كثير من الأحداث يحدث أو ينتج عنه الخجل وبالتالي الخجل هو الضعف أمام الآخر وتستعقدون أنكم ضعفاء أو نديكم نقص ما ثقة بالنفس يعني مشكلة بالثقة بالنفس سبب هو الخجل يعني نعم نعم له علاقة وثيقة جدا ولكن أيضا الثقة ليست هي كما تشرح بالثقافة الغربية والمدارس الأمريكية إلا في أول اتصال لنا مع الدنيا ومع العالم الخارجي تستطيعون أن تتعرفوا عليه إذا نظرتم إلى عين شخصا ما تعرفون أنكم تثقون بنفسكم أم لا أنا موجود أم لا هل أنا شخص مهم أم لا وبالتالي هذا أمر له علاقة بالشعور الداخلي وهذا يعكس على الأقوال والأفعال هذا شعور داخلي ولكن أيضا هذا القلق إذا أردنا أن نفهم هذا الموضوع يجب علينا أن نقف أمام مفهومين الأول كشخص أو أن يكون كفرد معين ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعوشوا واحده كما تعرفون هذه مشكلة لأفراد لأن الإنسان إنسان إذا كان مع الآخرين الإنسان كانوا نجمعين بطعبه تنظرون إلى نفوشكم بعين الآخرين ولكن لك أيضا سؤال آخر جيد أم سيء جميل أم قبيح زائد أم ناقص وبالتالي هذه التناقضات يجب عليها أن تشرح لنا هذا المفهوم هناك خطر معين تظهر أو يظهر عندما تتواجهون مع الآخرين تخافون أن الآخرين سوف يعرفون نقصالكم أو عيوبكم مثلا في الغابة أنتم مع أسد أنتم تنتبهون أنه إذا الأسد عرف أنني أخاف منه سوف يأكلني وبالتالي هل أنا موجود أم لا ما الذي نفعله إما أن نهرب أو إذا كان قلبنا يكفينا ستستطيعين أن نركض أو أننا نهجوم على الأسد مثلا وهنا الأمر هم جدا الهرب أيضا أنك تتقبلين أنك ناقصة وخائفة وبالتالي هذا هو القلق القلق أن يعرف الآخرون أنه لدينا هذا العيب أو النقص وبالتالي كل شيء متعلق بالذات متعلق بالأنا هو شيء نرجسي نوعا ما متعلق دائما ومتمحور حول الذات الإنسان يهتم برأي الآخرين والعالم الخارجي وعندما يلتقي به ويتواصل معه وبالتالي هناك يحس أنه ناقص أم لا هل أنه واثق في نفسه أم لا هذه اللحظة التي تكشف له هذه المشاعر الذاتية وبالتالي نعم يجب علينا أن نقيم الإنسان ككل وبالتالي هذا القلق من النقصان والعيب ورأي الآخرين هو الذي يتحكم في أقواله وأفعاله وتصرفاته في المجتمع وبالتالي هل أنا موجود أم لا الان الكل يقول كم أنا جميل كم أنا قوي كم أنا سريع إثبات وجود بجود دكتور إثبات ذات إثبات وجود بالحياة بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان بذاته طيب دكتور أنا سؤالي رح يتركز حول هلأ سبب هالفوبيا الاجتماعية بالنسبة لألك شوي السبب الأساسي حضرتك ذكرت أنه خلال أول ثلاث سنين هي المرحلة المهمة جدا بالنسبة لنشأة الطفل النفسانية ممكن شوي تفتح لنا الموضوع شوي الأسباب نعم متعلق الأمر بسؤال السيطوني الخجل شيء أساسي في هذا الأمر نحن نكون موجودين عبر هذا الشعور بالخجل ورأي الآخرين واهتماما برأي الآخرين هذا أمر مهم جدا وبالتالي الرهاب الاجتماعي أو الفوبيا الاجتماعية هي نتائج هذا الخجل المؤثرة على فعليتنا العوائق التي تعيقها حركتنا في المجتمع الآن إذا قلت شيئا ما مثلا ثم يفهمون الآخرين أنني ناقص أو أنني موجود بالشكل صحيح وبالتالي نتراجع عن موجودنا في المجتمع القلق يؤثر على الفعالية يؤثر على الأداء يؤثر على التصرفات هذا هو الرهاب الاجتماعي مثلا ربما في العمل في العلاقات مع الآخرين في الحياة في الفن في الأدب في كل هذه المجالات عندما يعيقنا عن أداءنا يكون هناك الرهاب هذا هناك خط رفيع جدا ليس هناك مثلا علاقة مثل المراد السكري أو المراد العضوية لا في كل إنسان معرض لهذا الأمر لأنه عندما ترتفع ندرجة الخطورة أو الرزق عند أي إنسان يكون لديه نفس التصرف ولكن هناك أمر نحن نشكل نفسنا ونكيف أنفسنا معهم منذ قبل وبالتالي هذا أمر طبيعي جدا ولكن عندما لا نستطيع أن نسيطر على هذا الأمر ويؤثر على حياتنا في المجتمع على أقوالنا وأفعالنا وتواصلنا مع الآخرين في المجتمع ساعتها نحن نتكلم عن الفوبيا الاجتماعية أو الرهاب الاجتماعي وتالي ربما ستسألون عن هذا الأمر ولكن هناك شعور بالذنب الشعور بالذنب ربما مختلف النوعا ما عن الخجل هو شعور قوي جدا مثلا الطفل خلال أول سنتين أو ثلاثة من عمره يقول سأفعله ما أريد أو أذهب إلى ما أريد هنا أو هناك أو ما شبه ونحن نقول له نحن الذي نريده أنت ستفعله نحن نحدد لك ما ستفعل وبالتالي إذا انتبهتم الإنسان ككائن حي هناك اختلاف أنا ما أريد وأنت تريد عفوا ولكن أنت سوف تفعل ما نريده أو ستفعل ما نريده هذا أمر مهم جدا أنتم هنا تؤثرون في شخصية هذا الطفل وأنه هناك خطر كبير أن يتحول إلى شخص لديه الرهاب الاجتماعي وعندما يكون له هو أنا أريد أن أفعل كذا فهناك سيكون شخص يتجاوز كل الحدود والقواعد ربما شخصية متحررة نوعا ما هذا هو الفرق الكبير بين الخجل والشعور بالذنب يعني عم نشوف في تربية الأطفال عم نمشي بين الألغام ما فينا كمان نتركه على سجيته تطلع شخصية جدا متحررة ويمكن بتنائد المجتمع اللي عادي فيه وبتنائد تعليمنا وكمان ما فينا كتير نشدد على تربيته كمان لو بيطلع عنده خجل وضعب الشخصية أو حتى الفوبيا الاجتماعية لكن هنا السؤالة هل مظبوط ما يقال أو ما يشاع أنه بتصيب الأطفال خصوصا يعني اللي عايشوا بأيتام أو مدارس داخلية لأنه بيكونوا عطول فيه كتير نظام قاصي بيكونوا فيه نظام محدد ما عندهم يمكن حرية كتير التعبير عن حالهم هل شي مظبوط يعني وقت بيكونوا عايشين بمجتمع جدا يعني فهناعتبروا مغلق لأنه اللي عايشين بالنيتامة واللي عايشين مش عم يتكتير عم يتواصلوا بالمجتمع خارج هالمبنى هل صحيح هذا الشيء؟ نعم هنا يجب علينا أن أتكلم عندما تتكلم عن مجموعات خاصة الأمر ربما فيه بعض الإشكاليات ولكن أستطيع أن أجيب عن سؤالكم هو له علاقة بالشعور بالذنب بعيد عن شعور الخجل وبالتالي في العائلات والمجتمعات والأماكن التي فيها قواعد حادة جدا وشديدة جدا تؤدي لهذا الأمر وربما أجيب عن الفرق بين شعوري بالذنب والشعوري بالخجل الخجل كما تعرفون أنني أنا موجود وهناك أيضا هناك أنا الذي في ذلك الحدث هناك مثاليات كيف سيفكن بي إذا كنت كذلك هؤلاء لن يفعل بي أبدا أي شيء وبالتالي أنا أستطيع أن أتكلم عن وجودي وبالتالي هذا الأنا والأنا المثالية هناك فرق بين الأمرين هذا الفرق إذا كان كبيرا جدا نشعر بالخجل لأنه سوف يظهر عيبنا إذا انتبهتم هناك المحكمة داخل الإنسان بذاته هي صعبة جدا وحادة جدا يجب علي أن أكون كذا وبالتالي هذا طبعا يستهدف الكمال والكمال صعب على الإنسان نريد عادة إذا ظهر عيبنا أن لا أكون في هذا المكان أن أختفي وبالتالي أشعر بالذنب صعب جدا أشعر بالذنب أفعل كذا فإذا فعلت كذا إذا رميت هذا الشيء مثلا منكسر سوف تعقب وبالتالي هناك جمل بهذا النوع أو قواعد إذا فعلت كذا سوف تحبس مثلا في السجن لسنتين أو ثلاثة وبالتالي هنا سأفعل شيء يخجل ولكن لا أشعر بالخجل ولكن عندما أشعر أفقهم بشيء مثلا جنحة أو جريمة أشعر بالذنب مثلا هناك في السير السيرات مثلا عندما أتخطي شر الحمراء هذا أمر سوف يعاقب عليه وبالتالي أنا أثبت نفسي هناك وكاني تخطيت أمرا ما وأعترف بهذا الأمر ولكن الخجل يؤدي بي إلى الاختباء والهرب من الموقف أو من الحدث كل شيء متعلق بأنا متعلق بي وبروحي وبالداخل شعور بالذنب يأتي من الخارج الناس يقولون يلمونك كيف أنت تفعل ذكذا ولماذا قلت ذكذا أي نوع من الناس أنت الوجدان الضمير أخلاق الأمور المثالية والقيم العلية كلها لها علاقة وبالتالي أما الشيء التي يأتي من الغرائز أو من داخل الإنسان وبالتالي الأقو هو الذي يجعل التوازن بين الأمرين وبالتالي الغرائز والقيم والمجدان هذه التوازنات أنا والعالم الخارجي أو أنا العالم الدخس وغرائزي وبالتالي هذه التوازن هناك فرق بين اثنين هذا هو الصراع والنزاع الذي يعيشه الإنسان وبالتالي هذا النزاع يتحول إلى شعور بالذنب أو إلى رهاب اجتماعي أما النزاع مع الآخرين يأتي إلى الخجل أما النزاع مع رائزنا تأتي إلى شعور بالذنب هذا أصعب من الخجل الخجل ربما شيء خارج الوجدان ولكن الآن أتحمس أو أخاف مثلا سيطوني إنسان جيد جدا أحب وبده وأسعد بالجلوس معه لماذا أنا أجري أرجف أو أهتز أمامه؟ من ذاته ومن داخله مثل ما ذكرت حققتك نعم هذا هو علاقة بتاريخ الإنسان وتجاربه السابقة لماذا يقلقه هنا؟ هذا الذي يجب علينا نسال أما شعور بالذنب ما له علاقة بالوجدان والضبير دكتور أنا الحقيقة من فترة أريت مقال قبل شوي ذكرتك خبرتك عنه قبل البرنامج بيقول أنه نحن كمجتمعات الزاكرة الجينية بمجتمعاتنا لسا تمانا مهيئة للحياة بمدن ضخمة بزحمة أشخاص يعني مجتمعات ضخمة كبيرة نحن لسا ما نمتأقنمين للتعايش مع هيك مجتمعات يعني بدنا لسا سنين طويلة حتى يكون في عنا ثقافة العيش داخل المجتمع مجتمع كبير نوعا ما لهالسبب هذا هايدي الفوبيا الاجتماعية عم تظهر بكسرة لأنه المدن عم تكبر بشكل كبير أو سريع جدا ونحن عم يصعب علينا نتأقلم مع هالعداد الهائلة من الناس لهيك عم يصير في عنا فوبيا اجتماعية ممكن تعطينا رأي حضرتك شو رأيك لهالرأي هذا أو النظرية نعم الأسئلة محضرة بشكل جميل جدا أشكركم نعم هناك فرق كبير بين المجتمعات الشرقية ومجتمعات الغربية عبر مفهوم الخجل وما شبه في المجتمعات الشرقية نحن نتربى على الخجل وأن نتعد عن بعض الأمور أنت أي نوع من السئة أنت كنا نخجل نغني دعم الكبار أنا بتذكر أنه كنا نخجل نغني حتى غيناعا كنا أطفال عند كبار نعم وهل الرجل يفعله كذا هل المرأة تتصرف بطريقة الفلانية وبالتالي هناك دائما محكمة مجتمرة وبالتالي أن تحاكم داخليا تتأمر صعب جدا المحكمة الخارجية سهلة جدا ولكن في الغرب هناك شعور بالذنب أكثر وربما هناك عامل لديني أيضا في هذا الأمر مثلا في المجتمعات الإسلامية لا نستطيع أن نربطها مباشرة بشعور بالخجل ولكن أدناء طريقة التربية في الغرب هناك تذهبون إلى القصيص وتعترفون وبالتالي الكل مش يشعر بالذنب نوعا في بعض الحادث في الثقافة الإسلامية الكل يولد كمالك وربع لهذا الأمر وبالتالي كل ذنب أو كل خطأ نعيدون إليكم أنت الذي فعلت كذا في المجتمعات الغربية أنت أساسا مذنب ولكن تحاول أن تنظف نفسك من هذا الذنب أو تتخلى عنده وبالتالي الاعتراف هو الذي يقرب أما الشعور بالخجل يبعد عن الناس عن الأقوال عن التصرفات في المجتمع وبالتالي إذا فهموني بهذه الطريقة يجب علي أن لا تكلم يجب علي أن لا يدخل في الزحام أو في المجتمعات الكثيرة أو عدد الناس الكثيرين وبالتالي هذا هو هذه الثنائية التي تتكلم عنها اليوم الشعور بالخجل والشعور بالذنب الخجل يؤدي بنا إلى الاختباء والبعد والهرب ممكن للكذب عندما نحس بنقص أو بعيب ما نقول الآخرون كيف سوفكرون بهذا الأمر وبالتالي نبتعد عن الناس ربما إذا فعلتم شيئا متغيرا أو مختلفا مثلا أنتم غيرون السيديو مثلا ربما لن يعجب الآخرين وبالتالي يجب عليكم أن لا تسمحوا بهذا الأمر الخجل يؤدي بكم يقضي على الإبداع وعلى التغييرات ويقضي على خروج الجمال منكم ولكن أشعور بالذنب له علاقة بالمحكمة والحقوق والعدالة وبالتالي هذا له علاقة بالمجتمعات التي فيها سيادة القانون أكثر ربما أما الثقافات والتربيات والأدب التي لها علاقة بالخجل تؤدي إلى الوحدة قوصة الفكرة باعتقدة يمكن على السبب الخجل وهيك لكن أنه وقتنا دايق بعد فيه خمس دقائر الفقر وعندي سؤالين سريعين هل الرهب الاجتماعي أو الفقر الاجتماعي بتصيب الكبار أو فقط من الصغار بتبلش وتاني شو العلاج بإغتصال أنا معنا خمس دقائر أنا أعرف العلاج أشبت الأسباب نعم أنتم حقون جدا بالتأكيد أنا لا أعرف مثلا ماضيكم وتجودكم ولا مقالبا أن تكون لكم تربية نوعا ما غربية لأنكم هثمون بالوقت والتوقيت والنظام والتحديد ليس له علاقة بالفلسفة كثيرا ولكن الغربيون دائما لغاية السفر أكثر الدقة وبالتالي يتحركون دائما عبر الشعور بالذنب لا نريد أن نتأخر لا نريد أن نشعر شيئا ناقصا أو خطا وبالتالي هذه المجتمعات الغربية ولكن المجتمعات العربية ربما وشرقية لها لديها هذا الهوب والخجل والاختباء والتراجع الآن العلاج لدينا ثلاثة أسباب مهمة أولا إذا كان هناك أشخاص لديهم في نفس العائلة أشخاص يعانون من الرهاب الاجتماعي هذا له علاقة بالجنات طبعا والأمور الوراثية السبب الثاني له علاقة بالتعليم والتعلم والثقافة الاجتماعية إذا كان في موضع ما أو فيه ضغط نفسي أو ما شابه كيف ستصرف تحاولون دائما أن تعطوا نفس ردة الفعل مثلا فكروا في فأل ما أو ما شابه هل يجب أن نهرب أو لا نهرب من أمامه إذا أعطيتموه الجبنة يأكل إذا أعطيتموه الكهرباء يهرب وبالتالي هذه التجربة مشهورة جدا كما تعرفون وبالتالي هذه التصرفات إذا عرضناها لنفس الشخص بشتركة متكررة سوف يهرب هذا هو التعود وبالتالي هناك شعور مثلا لضبع الأطفال كثير من الأرضات الفعل ستظنون خطيرة أو سيئة أو سلبية وبالتالي دائما نلوم الناس أنت أي نوع من الناس أنت؟ أي نوع من الأباء أنت؟ أي نوع من الأطفال أنت؟ هذه الطريقة المتكررة في اللوم تؤدي أدن الإرهاب الاجتماعي طبعا بجرعات عال جدا الأمر الثالث لها علاقة الدينماكية النفسية العلاقة مع الأم والحياة التي تمأسس لمفهوم عدم الكفاية أو النقص أو العيب وبالتالي أعود إلى سؤال السيد ستوني نعم هناك دور للتربية ودور للجينات ودورا أيضا للمعاملات بتصيب الكبار معقولة يصيب الفوبيا الاجتماعية مع تقدم السن مش من نحن وصغار معقولة نشوف كان شخص عادي صار بعدين يخاف نتيجة ظروف معينة يعني أنا بدي أسمح لي مش أقول اسم الفناني بس معروف الفناني جدا معروفة بلبنان عندها الفوبيا الاجتماعية لأنه خزارت هي الإديال صارت مثال صارت عم تخاف من أي يمكن خطوة نقصة صار عندها هالرهيب الاجتماعي معقولة يصيب الكبار بعض ظروف معينة ولا فقط بدبالش منهن وصغار نعم فهمت إذن جبالينا نتكلم عن الأمور الثلاثة والأمور الصعبة نتكلم عن الخجل والحياة وأيضا الرهاب الاجتماعي هذه الأمور الثلاثة صعب التفريق بينها أحيانا كثيرة ربما لا يكون مهما جدا ولكن مثلا نحن أمام الأطباء نخجل من نوعا ما ولكن أحيانا نخجل من شيء غير مهم ربما سأقول شيء أن يضحكون عليها أو ما شابه وبالتالي لديه مستوى معين إذا كان يعيق طريقة عمل أو كلام أو تصرفات الإنسان في المجتمع أمام الزوج أمام العمل هذا ليس فقط خجلا هذا الرهاب الاجتماعي أو اضطراب نفسي سلوكي وبالتالي يجب علينا أن نتكلم عن هذه الأمور كيف نفرق بين الأمرين أن الاضطراب النفسي سوف يكون دائما إلى طوال حياة الإنسان لا يعتبر نفسه إنسانا طبيعيا وبالتالي إذا ظهرت على شاشة التلفاز الناس في كلهم ردات فعال مختلفة أنا لا أريد أن أظهر على شاشة التلفاز مثلا لا أريد أن أجلس أبدا في المقهى وما شبه وليس لديه مشكلة الشخص نفسه العائلة هي التي أو أصدقائهم الذين لديهم مشكلة مع هذا الأمر أما الرهاب الاجتماعي فمختلف في الرهاب الاجتماعي الشخص يريد أن يكون هناك يريد أن يكون على شاشة التلفاز أو في المقهى يريد أن يشرب الشاي يريد أن يكون في المجتمع ولكنه لا يستطيع أن يفعل لديه هذا القلق الذي يسيده ولديه بعض الأعراض العضوية حتى وبالتالي في الرهاب الاجتماعي مثلا نراه في المراهقة في سنين المراهقة أكثر لماذا؟ لأنه عمر المراهق لديه كثير من هذا التواصل مع المجتمع طبعا دكتور يمكن عجبتنا حلقاتنا نحكي عن هذا الموضوع حكينا كثيرا عن الأسباب كما يمكننا نحكي عن طرق المعالجة إذا بالمتابعة النفسية أو حتى بالتربية أو مع الأهل أو بالمدرس يعني في كثير كنا لازم نحكي في يوم بالمواضيع لكن كان وقتنا دايق شكرا لحضورك معنا وشكرا يمكن هكذا الإضاءة فعلا هيك العميقة والنظرية العميقة جدا لهذا الموضوع شكرا لألك دكتور لو وجودك معنا إن شاء الله نرجع نلتقى في موضوع تاني أشكركم جدا لأنكم معتقون من هذا الاستضافة الكريمة في برنامجكم مشاهدين يمكن هلأ وصلنا لوقت تقرير كتير مهضوم ويمكن أسأل ما بتحبه كتير أو بتخاف منه عنده يمكن فوبيا اجتماعية من هالموضوع والفيرتيجو المباني والناطحات السحاب وصور للمدن هيك عن المرتفعات يعني تطور المدن التي تحكي عنه من شوي للإضاءة أكتر بموضوع الفوبيا الاجتماعية أكيد هذا موضوع فعلا بيشغل المجتمعات كلها بدون استثناء في عنا ضيفنا الطبيب النفساني آجاه أيضا أهلا فيك دكتور أهلا بكم أشكركم جدا أهلا بصلا فيك دكتور يمكن سؤال بيسألوك للناس شوه الرهاب الاجتماعي كل واحد يمكن عنده تعريف عن الفوبيا الاجتماعية فيه ناس بتقول لهم بيخاف من الناس فيه ناس تقول لشخصيته ضعيفة ما بيعفي يعبر عن حاله يعني فيه عدد تعريف عن الفوبيا الاجتماعية أول شي باقتصر عرفنا شوية الفوبيا الاجتماعية لنبلج بعدين بالأسئلة الأسباب والعلاج نعم الفوبيا الاجتماعية أو الرهاب الاجتماعية هي لها تعريف أيضا يختص بكل الأمراض النفسية هو أنكم تتكلموا عن شكل مباشر جدا إذا فعلت كذا أو قلت كذا لديك هذا التشخيص وبالتالي هناك تعريفات مختلفة لهذا الأمر لذلك في الحقيقة نحن نعرف الأمر حسب الشكل الخارجي وهذا قد يخدع ناس كثيرا وهذا شيء مهم ولكنه أيضا يمكن أن يخدع الطبيب بشكل أو بعض الناس وبالتالي إذا كان الإنسان لديه ضعف العلاقة والتواصل مع الآخرين ويشك دائما دائما يحس أنه ناقص أو لديه عيب ما ويخاف من التواصل مع الآخرين ثم أن الخجل يكون بارزا جدا الحمرار في الوجه تردد في الصوت وما شابه كل هذا القلق والخوف إذا ظهر على الشخص بشكل نعام على شخصيته بشكل نعام فهذا نسوي أن نقول عنه أنه لديه رواب الاجتماع والفوبي الاجتماعية البعض منهم مثلا لا يتفاعلون جيدا مع المجتمع مع الآخرين لا ستعدتك الكلام بشكل واضح وبحرية وعندما يكون في الأنشطة أو المواقع الاجتماعية لا يعبر عن نفسه بشكل واضح لا يتكلم بكثير من الأفكار الإبداعية لديه وبالتالي هو يتراجع عن مكانه في المجتمع عن الخجل أو الضعف الشخصية في شخص يكون خجول وما عنده الفوبيا الاجتماعية وفي شخص يكون وشخصيته شوية ضعيفة بس ما عنده الخوف من المجتمع هون كيف نقدر نفصل هالشي بس نلتأ بهاك أشخاص نعم هذا سؤال مهم جدا الخجل هو الشيء متعلق بالشخصية وبالتالي هذا التعريف وما يؤدي لهذه المشكلة الإنسان ليس مكينة ليس آلة وبالتالي نعم هناك مفهوم للخجل يجب علينا أن نعرف لهذا الأمر جيدا قبل أن أشرح عن الخجل يجب علينا أن أقول أن الإنسان كائن ضعيف يجب علينا أن أذكر ذلك دائما الإنسان لا يكفي كل الأمور وكل النواحي وبالتالي أحيانا كثيرا يدهش أمام منظر معين أمامه ويعتبر نفسه ناقصا أو ضعيفا أو لا يد له أو لا حينة له في أمر ما وبالتالي يعطوكم وأنكم كطفل الحليب يضعونه جانبكم ولكن لا تستطيع أن تشربه وبالتالي أنتم ضعيفون حتى سنوات معينة البعض يخاف من كثير من الحيوانات المختلفة أو المظاهر الطبيعية وبالتالي أجدادنا حتى عاشوا هذه الأمور وبالتالي هذا أمر متشرب في شخصيتنا ربما إذا عشتم هذا الضعف وحسستم بضعفكم وبالتالي وكأنكم تسلمون بتداخلكم هذا النقص الذي نعيشه مع كثير من الأحداث يحدث أو ينتج عنه الخجل وبالتالي الخجل هو الضعف أمام الآخر وتستعقدون أنكم ضعفاء أو نريكم نقص ما ثقة بالنفس يعني مشكلة بالثقة بالنفس سببهو الخجل يعني نعم 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 له علاقة وثيقة جدا ولكن أيضا الثقة ليست هي كما تشرح بالثقافة الغربية والمدارس الأمريكية إلا في أول اتصال لنا مع الدنيا ومع العالم الخارجي تستطيعون أن تتعرفوا عليه إذا نظرتم إلى عين شخصا ما تعرفون أنكم تثقون بنفسكم أم لا أنا موجود أم لا هل أنا شخص مهم أم لا وبالتالي هذا أمر له علاقة بالشعور الداخلي وهذا يعكس على أو ينعكس على الأقوال والأفعال هذا شعور داخلي ولكن أيضا هذا القلق إذا أردنا أن نفهم هذا الموضوع يجب علينا أن نقف أمام مفهومين الأول كشخص أو أن يكون كفرد معين ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعوش وحده كما تعرفون هذه مشكلة لأفراد لأن الإنسان إنسان إذا كان مع الآخرين الإنسان كانوا نجمعين بطعبه تنظرون إلى أن نفجكم بعين الآخرين ولكن لك أيضا سؤال آخر جيد أم سيء جميل أم قبيح زائد أم ناقص وبالتالي هذه التناقضات يجب عليها أن تشرح لنا هذا المفهوم هناك خطر معين تظهر أو يظهر عندما تتواجهون مع الآخرين تخافون أن الآخرين سوف يعرفون نقصالكم أو عيوبكم مثلا في الغابة أنتم مع أسد أنتم تنتبهون أنه إذا الأسد عرف أنني أخاف منه سوف يأكلني وبالتالي هل أنا موجود أم لا ما الذي نفعله إما أن نهرب أو إذا كان قلبنا يكفينا ستستطيعين أن نركض أو أننا نهجوم على الأسد مثلا وهنا الأمر هم جدا الهرب أيضا أنك تتقبلين أنك ناقصة وخائفة وبالتالي هذا هو القلق القلق أن يعرف الآخرون أنه لدينا هذا العيب أو النقص وبالتالي كل شيء متعلق بالذات متعلق بالأنا هو شيء نرجسي نوعا ما متعلق دائما ومتمحور حول مثلا الطفل خلال أول سنتين أو ثلاثة من عمره يقول سأفعله ما أريد أو أرد ذهب إلى ما أريد هنا أو هناك وما شبهه ونحن نقول له نحن الذي نريده أنت ستفعله نحن نحدد لك ما ستفعل وبالتالي إذا انتبهتم الإنسان ككائن حي هناك اختلاف أنا ما أريد وأنت تريد عفوا ولكن أنت سوف تفعل ما نريده أو ستفعل ما نريده هذا أمر مهم جدا أنتم هنا تؤثرون في شخصية هذا الطفل وأنه هي خطر كبير أن يتحول إلى شخص لديه الرهاب الاجتماعي وعندما يكون له هو أنا أريد أن أفعل كذا فهناك سيكون شخص يتجاوز كل الحدود والقواعد ربما شخصية متحررة نوعا ما هذا هو الفرق الكبير بين الخجل والشعور بالذنب يعني عم نشوف في تربية الأطفال عم نمشي بين الألغام ما فينا كمان نتركه على سجيده تطلع شخصية جدا متحررة ويمكن بتنائد المجتمع اللي عادي فيه وبتنائد تعليمنا وكمان ما فينا كتير نشدد على تربيته كمان لأنه بيطلع عنده خجل وضعب الشخصية أو حتى الفوبيا الاجتماعية لكن هنا السؤالة هل مظبوط يعني ما يقال أو ما يشاع أنه بتصيب الأطفال خصوصا يعني اللي عايشوا بأيتام أو مدارس داخلية لأنه بيكونوا عطول في كتير نظام قاسي بيكونوا في نظام محدد ما عندهم يمكن حرية كتير التعبير عن حالهم هل شي مظبوط يعني وقت يكون عايشين بمجتمع جدا يعني فنعتبره مغلق لأنه اللي عايشين بالنيتامة واللي عايشين مش عم يتكتير عم يتواصلوا بالمجتمع خارج هالمبنى هل صحيح هذا الشيء؟ نعم هنا يجب علينا أن نتكلم عندما نتكلم عن مجموعات خاصة الأمر ربما فيه بعض الإشكاليات ولكن أستطيع أن أجيب عن سؤالكم هو له علاقة بالشعور بالذنب بعيد عن شعور الخجل وبالتالي في العائلات والمجتمعات والأماكن التي فيها قواعد حادة جدا وشديدة جدا تؤدي لهذا الأمر وربما أجيب عن الفرق بين الشعور بالذنب والشعور بالخجل الخجل كما تعرفون أنني أنا موجود وهناك أيضا هناك أنا الذي في ذلك الحدث هناك مثاليات كيف سيفكن بي إذا كنت كذلك هو لا إلا يفعل بي أبدا أي شيء وبالتالي أنا أستطيع أن أتكلم عن وجودي وبالتالي هذا الأن والأنا المثالية هناك فرق بين الأمرين هذا الفرق إذا كان كبيرا جدا نشعر بالخجل لأنه سوف يظهر عيبنا إذا انتبهتم هنا هناك المحكمة داخل الإنسان بذاته هي صعبة جدا وحادة جدا يجب علي أن أكون كذا وبالتالي هذا طبعا يستهدف الكمال والكمال صعب على الإنسان نريد عادة إذا ظهر عيبنا أن لا أكون في هذا المكان أن أختفي وبالتالي أشعر بالذنب صعب جدا أشعر بالذنب ذات الإنسان يهتم برأي الآخرين والعالم الخارجي وعندما يلتقي به ويتواصل معه وبالتالي هناك يحس أنه ناقص أم لا هل أنه واثق في نفسه أم لا هذه اللحظة التي تكشف له هذه المشاعر الذاتية وبالتالي نعم يجب علينا أن نقيم الإنسان ككل وبالتالي هذا القلق من النقصان والعيب ورأي الآخرين هو الذي يتحكم في أقواله وأفعاله وتصرفاته في المجتمع وبالتالي هل أنا موجود أم لا الآن الكل يقول كم أنا جميل كم أنا قوي كم أنا سريع إثبات وجود بجود دكتور إثبات ذات إثبات وجود بالحياة بالوسط اللي عم يعيش فيه والإنسان بذاته طيب دكتور أنا سؤالي رح يتركز حول هلأ سبب هالفوبيا الاجتماعية بالنسبة لألك شو السبب الأساسي حضرتك ذكرت أنه خلال أول ثلاث سنين هي المرحلة المهمة جدا بالنسبة لنشأة الطفل النفسانية ممكن شوي تفتح لنا الموضوع شو هي الأسباب نعم متعلقنا الأمر بسؤال السيطون الخجل شيء أساسي في هذا الأمر نحن نكون موجودين عبر هذا الشعور بالخجل ورأي الآخرين وهتمام برأي الآخرين هذا أمر مهم جدا وبالتالي الرهاب الاجتماعي أو الفوبيا الاجتماعية هي نتائج هذا الخجل المؤثرة على فعليتنا العوائق التي تعيقها حركتنا في المجتمع الآن إذا قلت شيئا ما مثلا ثم يفهمون الآخرين أنني ناقص أو أنني موجود بشكل صحيح وبالتالي نتراجع عن موجودنا في المجتمع القلق يؤثر على الفعالية يؤثر على الأداء يؤثر على التصرفات هذا هو الرهاب الاجتماعي مثلا في العمل في العلاقات مع الآخرين في الحياة في الفن في الأدب في كل هذه المجالات عندما يعيقنا عن عملنا عندما يعيقنا عن أداءنا يكون هناك الرهاب هذا هناك خط رفيع جدا ليس هناك مثلا علاقة مثل المراد السكري أو المراد العضوية لا في كل إنسان معرض لهذا الأمر لأنه عندما ترتفع ندرجة الخطورة أو الرزق عند أي إنسان يكون لديه نفس التصرف ولكن هناك أمر نحن نشكل نفسنا ونكيف أنفسنا معهم منذ قبل وبالتالي هذا أمر طبيعي جدا ولكن عندما لا نستطيع أن نسيطر على هذا الأمر ويؤثر على حياتنا في المجتمع على أقوالنا وأفعالنا وتواصلنا مع الآخرين في المجتمع ساعتها نحن نتكلم عن الفوبيا الاجتماعية أو الرهاب الاجتماعي وتالي ربما ربما ستسألون عن هذا الأمر لكن هناك شعور بالذنب الشعور بالذنب ربما اختلف النوعا ما عن الخجل هو شعور قوي جدا افعل كذا فإذا فعلت كذا إذا رميت هذا الشيء مثلا منكسر سوف تعقب وبالتالي هناك جمل بهذا النوع أو قواعد إذا فعلت كذا سوف تحبس مثلا في السجن لسنتين أو ثلاثة وبالتالي هنا سأفعل شيء يخجل ولكن لا أحسعر بالخجل ولكن عندما أشعر أفقوم بشيء مثلا جنحة أو جريمة أشعر بالذنب مثلا هناك في السيرات مثلا عندما أتخطش تشهر الحمراء هذا أمر سوف يعاقب عليه وبالتالي أنا أثبت نفسي هناك وكاني تخطيت أمرا ما وأعترف بهذا الأمر ولكن الخجل يؤدي بي إلى الاختباء والهرب من الموقف أو من الحدث كل شيء متعلق بأنا متعلق بي وبروحي وبالداخلي شعور بالذنب يأتي من الخارج الناس يقولون يلمونك كيف أنت تفعلت كذا أو لماذا قلت كذا أي نوع من الناس أنت الوجدان الضمير الأخلاق الأمور المثالية والقيم العلية كلها لها علاقة هذا جواب حر وبالتالي أما الشيء الذي يأتي من الغرائز أو من داخل الإنسان وبالتالي الأقو هو الذي يجعل التوازن بين الأمرين وبالتالي الغرائز والقيم والوجدان هذه التوازنات أنا والعالم الخارجي أو أنا العالم الدخس وغرائزي وبالتالي هذه التوازن هناك فرق بين الأثنين هذا هو الصراع والنزاع الذي يعيشه الإنسان وبالتالي هذا النزاع يتحول إلى شعورا بالذنب أو إلى رهابا اجتماعي أما النزاع مع الآخرين يأتي إلى الخجل أما النزاع مع غرائزنا تأتي إلى شعور بالذنب هذا أصعب من الخجل الخجل ربما شيء خارج الوجدان ولكن الآن أتحمس أو أخاف مثلا السيطون إنسان جيد جدا أحب وبده وأسعد بالجلوس معه لماذا أنا أجري أرجف أو أهتز أمامه من ذاته ومن داخله مثل ما ذكرت حققتك نعم هذا له علاقة بتاريخ الإنسان وتجاربه السابقة لماذا يقلقه هنا هذا الذي يجب علينا نسأل أما شعور بالذنب ما له علاقة بالوجدان دكتور أنا الحقيقة من فترة قريت مقال قبل شوي ذكرتك خبرتك عنه قبل البرنامج بيقول أنه نحن كمجتمعات الزاكرة الجينية بمجتمعاتنا لسه تمانا مهيئة للحياة بمدن ضخمة بزحمة زحمة أشخاص يعني مجتمعات ضخمة كبيرة نحن لسه منا متأقنمين للتعايش مع هيك مجتمعات يعني بدنا لسه سنين طويلة حتى يكون في عنا ثقافة العيش داخل المجتمع